حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين حقق الغالبية المطلقة في مجلس الدومة في الانتخابات التشريعية قبل يوم النتائج التي أعلن عنها يوم الاثنين أظهرت أنه بعد فرز 93% من الأصوات حاز الحزب الحاكم على 343 مقعدا من أصل 540 وتحدث بوتين قائلا إن الناس يرون ضرورة لأن تقود البلاد قوة تعمل ومتمثلة بشكل واسع في البرلمان وذلك من أجل تحقيق نتائج أفضل هذه النتيجة تسمح للرئيس بوتين للترشح لولاية رئاسية رابعة بعد عامين الحزب الشيوعي حل ثانيا في هذه الانتخابات مع نسبة 13.5% تلاء الحزب الليبرالي الديمقراطي مع 13.3%